متابعي مدونة الأرباح أهلا بكم درسنا اليوم بعنوان كيف تستطيع تحقيق 100 دولار شهريا من تقديم خادمات بسيطة عن طريق موقع خمسات كنا شرحنا موقع خمسات بالتفصيل في موقعنا لعديد المرات وكنا كتبنا هذا المقال سابقا أسرار ربح من خمسات وكيف تربح 300 دولار شهريا أو أكثر واليوم سأشرح هذا بالفيديو عن طريق تقديم خدمات بسيطة وبسيطة جدا لن تحتاج منك أي خبرة لربح المال الدرس اليوم سيكون حصري ولذلك لكل من سيستفيد من درسنا لهذا اليوم أرجو أن يترك تعليق جميل مع لايك والاشتراك في قناتنا لأن تكون مشتركا سابقا لتحصل على كل الدروس الجديدة إذن نبدأ على بركة الله أولا بعد إنشاء حساب في موقع خمسات يعني كما قلنا نستطيع تقديم العديد والعديد من الخدمات على موقع خمسات ولكن كما تعلمون أغلب الخدمات تحتاج خبرة أو تحتاج يعني معرفة كبيرة بالمجال أنت لن تستطيع أن تصميم مثلا تصميم لجوهات أو تصميم صور إن لم تكن يعني محترفا في الفوتوشوب بكل صراح أو لن تستطيع تقديم أكواد وقوالب وأنت لا تجيد البرمجة ولكن درسنا لهذا اليوم سيريك كيف ستقوم بعمل خدمات يعني دون أي خبرة سابقة تابع معي التفاصيل من أكثر الخدمات المبيعا في موقع خمسات هي خدمات التسويق على تويتر التسويق على جوجل بلاس على سناب شات على فيسبوك على يوتيوب على انستغرام أيضا وأغلبها يطلب الفولور الريتويت التويت يعني كلها تطلب كل الناس حاليا يطلبون المتابعين وخاصة المتابعين يعني المستهدفين مثلا مثل هذه الخدمة أحصل على أربعة آلاف متابع تويتر عربي خليجي ستقول لي من أين سأتي بأربعة آلاف متابع خليجي هذا صعب وصعب جدا أو من يأتي ويقول لك مثلا إضافة خمسة آلاف متابع أجنبي على تويتر إذن سأريكم كيف سنقوم بذلك ولكن قبل بداية الاستراتيجية سأريكم كيف تقومون بإنشاء أول خدمة لك خدمة تكون احترافية يجب أن يكون أو أن تكون الصورة الجميلة وجذابة كي تجلب المشاهد وأن تكون يعني يعني منافسة لغيرك كيف ذلك مثلا هذا السيد أو هذا السيد نعم الذي باع هذه الخدمة مئة مرة يقول أن أضيف لك أربعة آلاف متابع خليجي أنت ستقول سأضيف أربعة آلاف ومئة أو خمسة آلاف يعني حاول أن يكون سعرك أو رقمك أفضل من الرقم المتواجد في السوق فأنت لا تنسى أنه حسابك جديد وإن لم يكن أحل المشترى منك في السابق ما الذي سيجعل الزائر أو الشاري أو المشتري عفوا أن يثق بك ويعني يشتري خدمتك الآن نبدأ على بركة الله بعمل خدمة جديدة نعم هذا قمنا بعمل هذه الخدمة نعم العنوان كتبت سوف أضيفه لك خمسة آلاف متابع خليجي حقيقي ومتفاعل التصنيف تسويق إلكتروني تسويق على تويتر وهنا وصف الخدمة يعني يجب أن تضع وصف جميل كي يشتري الناس منك طبعا وهنا يعني صورة حاول أن تكون الصورة جذابة كي تجلب المشتري ثم ستضغط على أضف الخدمة فقط ملاحظة بسيطة حاول يعني بالنسبة لموعد التسليم حاول أن تكون ثلاثة أيام فما أكثر كي يعني تتمكن من جلب المتابعين عن طريق البرنامج الذي سنشرحه لاحقا إن شاء الله هنا لاحظ معي تمت إضافة الخدمة بنجاح ستنتظر فقط أن يقوم موقع خمسات يعني بقبولها وأنت إن شاء الله بمجرد قبولها ويعني الحصول على أول مشتريين ستبدأ بالعمل إن شاء الله هذه هي الطريقة بكل بسطة والطريقة نعم تعتمد لا تعتمد فقط على يعني تويتر ستقوم أيضا بنفس الشيء سوف أضيف لك مثلا خمسة ألاف متابع فيسبوك أو خمسة ألاف متابع إنستغرام إلى خيره ستقوم بعمل عديد الخدمات من نفس هذا النوع يعني خمس خدمات كبداية يكون مميز وجيد جدا ستعمل بها وإن شاء الله أنا في وصف الخدمة قلت يعني أنك ستربح مئة دولار صدقني ستربح أكثر من ذلك بكثير وسأريكم يعني إثباتات شخصية يعني لي وكيف ربحت يعني جيدا من هذا الموقع إذن نكمل على بركة الله وهو الجزء الثاني والجزء الأهم كيف سأحصل على خمسة ألاف متابع خليجي حقيقي ومتفاعل يعني وأنا يعني لا أدري كيف سأفعل ذلك إذن سأريكم الطريقة للحصول على المتابعين سندخل إلى موقع add me fast ثم سنقوم بالضغط على بعد إنشاء الحساب طبعا على add site or page وهنا سنختار طبعا حسب الخدمة التي أنشأناها هنا في هذا الشرح سنشأنا خدمة التويت عفوا خدمة المتابعين هنا سيطلب منك username فقط لن تحتاج إلى password للحساب أو غيره وهذا سيخلق مصداقية بينك وبين المشتري ثم ستضغط على save change هنا لو قمت بعمل طبعا خدمة لتقديم متابعين من أي بلد هنا عفوا يعني قمنا أو قلنا أنه المتابعين سيكونون خليجيين إذن سنضغط على edit عفوا سأريد الكرة نعم سأقوم بحث هذه الخدمة لأن المتابعين خليجيين كما قلنا إذن سأريد الكرة twitter follower هذا ال username هنا country أو البلد لن نتركها أي بلد سنختار البلدين الخليجية مثلا عراق الامارات نعم بقية بلد الخليج عربي سعودية نعم كويت هنا تقوم بكل بساطة بإضافة الدول العربية المستهدفة أو الخليجية طبعا حسب الخدمة التي قمت أنت بطلبها ثم ستضغط على save change إن كانت الخدمة تقديم 5000 متابع أجنبي أو أمريكي فستختار أمريكا إلى خيره هذا هو يعني التفصيل الآن المشكل الذي يعترض الجميع هو كيفية الحصول على النقاط لو عملنا بشكل يدوي في موقع AdmiFast فلن نربح أبدا يعني الخمسة ألاف متابع المطلوبين سنجمعهم في ظرف شهر أو شهرين إذن هنا سأريكم هذا البرنامج الخارق الذي يمكنكم أن نجمع نقاط AdmiFast الآن للحصول على النقاط كما قلت سأقوم بالعمل بهذا البرنامج يكفي أن تضع الـ username والـ password هنا للدخول ثم ستضغط مباشرة على هذه الكلمة YouTube وسيقوم البرنامج بشكل سهري بالعمل وزيادة نقاطك في AdmiFast دون أن تحتاج أي تعب يعني أترك البرنامج مفتوح لمدة ثلاث ساعات لا تتجاوز ثلاث ساعات كي لا يقوم موقع AdmiFast بحظرك توقف قليلا ثم أعاد الكرة بعد ساعتين أو أكثر طبعا كل هذا يعني حسب عدد الخدمات التي ستتوفر عليها في الأول طبعا أو الخدمة ستكون صعبة قليلا ولكن بمجرد الحصول على أول مبيعة سيتحسن كل شيء إن شاء الله وستحصل على العديد والعديد من الأرباح إذن هذا بكل بساطة أو هذه الاستراتيجية التي كنت أعمل بها شخصيا والتي ربحت منها الخير والبركة والحمد لله يعني تستطيع بنفس هذه الاستراتيجية أيضا أن تعمل في موقع مثل موقع Fiver أيضا يعني ستجد أن العديد يقومون أيضا بتسويق خدمات تويتر أو غيره فأنت لو كانت لغتك الإنجليزية جيدة قليلا تستطيع الدخول في هذا المجال وربح المال معهم أيضا أنا شخصيا أفضل موقع Fiver عن خمسات لماذا؟ لأن موقع Fiver به أكثر عدد من الحرفاء والحمد لله يعني كان لي نجاح بهذه الاستراتيجية التي أشرحها الآن لكم يعني كان نجاح جيد والحمد لله رب العالمي سأريكم بعض الصور من حسابي في Fiver وهذا إثبات من حسابي في Fiver عن العمل بنفس هذه الاستراتيجيات حيث حصلت على أكثر من ألف وتسعمائة دولار بالعمل والعمل طبعا هو طريقك للنجاح لأريد أسئلة من نوع ما أنت تعمل في Fiver وتنصح هنا بخمسات خمسات هو طريقك يعني نحو المجتمع العربي ولكن Fiver هو نحو المجتمع العالمي كما قلت وأعلم جيدا أن أغلبية العرب لديهم مشكل مع اللغة الإنجليزية ولكن شخصيا أنصحكم بالعمل في المجالين في Fiver وخمسات بالعمل بنفس الاستراتيجية وإن شاء الله ستحقق أرباح كبيرة وكبيرة جدا هنا كما قلنا يعني لا تقتصر على متابعين تويتر قم أيضا بعمل خدمات الريتويت وخدمات التويت أيضا خدمات متابعي انستغرام يعني خدمات مطلوبة مطلوبة جدا هذه الأيام أيضا خدمات فيسبوك عجبات أو لايكات فيسبوك كل هذا ستربحونه عن طريق البرنامج العجيب الذي كنا أرفقناه في المدونة فقط ملاحظة بسيطة قبل أن ننهي الدرس لهذا اليوم هناك العديد الأخوة الذين يقولون لي نجد مشاكل في تحميل بعض البرامج من المدونة سأريكم التحميل التحميل بسيط وبسيط جدا يعني مثلا بعد الضغط على أي رابط في مدونتنا سيطلب منك موقع pay for tweet أن تضغط على فيسبوك أو تويتر أو جي بلوس أو غيره فمجرد يعني الضغط مثلا على هنا jacksept نعم هنا سيطلب منك أن تقوم بمثلا نشر هذا الرابط ومباشرة ستمبثق أمامك النافذة لتحميل البرنامج المطلوب سهل جدا يعني بكل بساطة تختار أنت الطريقة التي ستستعملها ومن ثم سيمكنك من الحصول على الموقع الذي تبحث عنه بكل بساطة هذه يعني كانت النقطة الأخيرة التي أردت أن أريها إياكم لتحميل البرامج من مدونتنا أتمنى أن هذا الشرح سيفيد العديد والعديد منكم ويعني كلمة شكر تكفيني وشكرا لمتابعتكم